جئنا لنرفع صوتنا للمجتمع الدولي ضد أحكام الإعدام في إيران بهذه الشعارات اعتصمت مجموعة من نشطاء المجتمع المدني أمام مكتب الأمم المتحدة في أربيل للاحتجاج على أحكام الإعدام التي أصدرتها الحكومة الإيرانية ضد أثنين من النشطاء السياسيين الكرد وهم كل من رامين حسين فناهي وهدايد عبدالله بور وحسب المذكرة التي سلموها إلى مكتب الأمم المتحدة أنه صدرت بحقيم حكم الإعدام نهاية الشهر المنصرم في جلسة محاكمة وصفها بالصورية في حسب المعلومات التي وصلتنا من المحامي وعائلة المعتقل السياسي رامين حسين بناهي وهداية عبدالله بور فقد صدر حكم الإعدام من محكمة الثورة في مدينة سنة في أجلسة الأولى من المحاكمة المعتصمون رفعوا صور الشابين الذين صدرت بحقهما حكم الإعدام وتحدثوا عن استمرار الحكومة الإيرانية في قمع حرية التعبير واعتقال العديد من الشباب وسجنهم عقب محاكمات صورية أمام محاكم الثورة مع استمرار تنفيذ عقوبة الإعدام على نطق واسع حسب المعلومات التي تصلنا أن السلطات الإيرانية مستمرة في اعتقال الشباب وإصدار أحكام الإعدام بحقهم ولهذا ندين هذه الأحكام ونطالب المجتمع الدولي القيام بواجبها الإنساني كما طالب المعتصمون بالعمل على إطلاق صراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف الإعدامات التي صدرت بحق العشرات منهم بعد أن نفذت إيران عشرات من أحكام الإعدام بحق النشطاء السياسيين بينهم العديد من الكرد خلال السنوات السابقة هناك نحو 33 معتقلاً سياسياً من كردستان إيران يواجهون الآن حكم الإعدام في إيران ونطالب السلطات في إقليم كردستان بدعمنا إيران ما زال تمارس أبشع أنواع الإضطهاد في مجال حقوق الإنسان في إيران فحكم الإعدام إلى متى تستمر هذه الأحكام الجائرة وكانت إيران شهدت الشهر الماضي تظاهرات ضد نظام الحكم في وقت تنتقد الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية الإعدامات التي تنفذها إيران وبالأخص بحق النشطاء السياسيين حميد زيباري الحرة أربيل ترجمة نانسي قنقر